اهلا بكم هنتكلم في فيديو النهاردة عن المتوفر من سيارات الاحلال مبادرة الاحلال احلال السيارات القديمة اللي عمرها اكتر من 20 سنة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي مع تخفيض سعري اسمه الحافز الاخضر ومع تقسيط باقي مبلغ بتاع المقدمة اللي انت بتدفعها منقوص منها الحافز الاخضر دي باختصار مبادرة الاحلال فهنتكلم عن اسعار سيارات الاحلال الجديدة في شهر يوليو بعد ما تم زيادتها ومش كل اطرازات لا اطرازات المتاحة فقط من هذه السيارات علما بان كل سيارات الاحلال اللي دخلت في مبادرة الاحلال في مصر كلها سيارات ذات الانتاج المحلي وتحديدا في النهاردة هنتكلم عن سيارات هينضاي المحلية وسيارات بي وي دي او سيارة بي وي دي اللي دخلت في الاحلال وسيارات شيري اللي موجودة في الاحلال بفئتها كلها وبالاسعار الجديدة وبعد الزيادات الجديدة فيلا بينا هنبتدي بيه هينضاي هينضاي في الاحلال مقدمة سيارتين السيارة الاولى هي سيارة هينضاي الانترا اتش دي اللي هي شكل قديم قوي اللي كان اسمها زمان ام دي سنة 2012 او 2013 والشكل ده هو اللي بيتكرر حاليا في مصر وبيتجمع محليا هينضاي الانترا اي دي في مبادرة الاحلال موجودة باربع فئات والاربع فئات كلهم زادوا تمانية وستين او سبعة وستين الف خمسمية خمسة وتسعين جنيه الرقم ده زاد على كل الفئات الفئة الاولى اسمها جي ال بقى سعرها الجديد ستمية واربعة الف تسعمية وسبعين الفئة التانية اسمها اس ار بقى سعرها ستمية واربعتاشر الف تسعمية وسبعين الفئة التالتة اسمها هينضاي الانترا اتش دي دي اي دي اي بي اي بي اس بقى سعرها الجديد ستمية تسعة وعشرين الف تسعمية وسبعين الفئة الرابعة الهاي لاين اه بقى سعرها الجديد بعد الزيادة ستمية تسعة وتلاتين الف تسعمية وسبعين. اه دي اه 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 دي ده الاسعار اللي احنا قلناها دي دي اه اه سعر جوه الاحلال بعد الزيادات. طب لو جينا كده نبص على مقارنة ما بين السعر داخل الاحلال واخر وخارج الاحلال مثلا للفئة الاولى من السيارة. الفئة الاولى اللي اسمها جيل. داخل الاحلال قلنا سعرها ستمية واربعة تسعمية وسبعين الف. خارج الاحلال لو انت هتشتريها بالسعر الرسمي ستمية خمسة وستين الف. يعني تقريبا فيه فرق ستين الف. كده اللي هو قيمة الحافظ الاخضر او الخصم اللي انت بتاخده على تمن العربية. ده الفئة الاولى. لو بصنا الفئة الاخيرة مثلا الهاي لاين سعرها داخل مبادرة الاحلال اه ستمية تسعة وتلاتين الف تسعمية وسبعين بينما خارج مبادرة الاحلال لو انت بتشتريها بالسعر الرسمي من الوكيل فهايكون سعرها سبعمية الف جنيه. طيب هينضاي الانترا اتش دي اه بمتوفرة في مصر بمحرك اربعة سلندرة الف ستمية سي سحب طبيعي اللي هوا التنفس طبيعي بيدينا مية واحد وعشرين حصان وعزم دوران مية ستة وخمسين نيوتن متر. والمحرك ده متوصل بنقل حركة اوتوماتيك اعتيادي من اربع سرعات. يمكن للسيارة التسارع من زيرو الميت كيلو متر في الساعة في احداشر وتلاتة من عشرة ثانية. العربية تانية من هينضاي اللي زادت اسعارها في الاحلال هي هينضاي اكسنت اربي ودي من فئة اقل شوية من الفئة اللي هينضاي الانترا اتش دي. الانترا اتش دي فئة السيدان المدمجة بينما هينضاي اكسنت الاربي فئة السيدان تحت المدمجة. والاكسنت اربي اه في مبادرة الاحلال اه زاد التجميع المحلي موجودة بخمس فئات. والخمس فئات قيمة الزيادة اللي حصلت عليهم في مبادرة الاحلال اه سبعة واربعين الف خمسمية خمسة وتسعين جنيه. كل فئات يعني. كل فئة زادت الرقم ده. فالفئة الاولى من هينضاي اكسنت اربي جي ال. اه سعرها الجديد بعد الزيادة ربعمية اربعة وتمانين الف تسعمية وسبعين. الفئة التانية جي ال اس ار. اه سعرها الجديد ربعمية اربعة وتسعين الف تسعمية وسبعين. الفئة التالتة اه اسمها دي اي بي اي بي اس. سعرها الجديد خمسمية وتسعة الف تسعمية وسبعين. الفئة الرابعة اه اسمها هينضاي اكسنت اربي دي اي بي بلس. سعرها الجديد خمسمية اربعة وعشرين الف تسعمية وسبعين الفئة الخمسة الهاي لاين اه سعرها الجديد بعد الزيادة خمسمية اربعة وتلاتين الف تسعمية وسبعين هناخد سامبل كده على سعر العربية اثناء مبادرة الاحلال هناخد فئة في النص كده مسلا وسعرها برا الاحلال هناخد مثلا الفئة التالتة اللي هي اسمها ينضاي اكسنت سعرها داخل الإحلال 509.970 بينما خارج الإحلال سعرها 574.000 يعني ممكن نقول الفرق 65.000 جنيه كده كسعر يعني تقريبا 65.000 جنيه سعرها وهو قيمة الحافظ الأخضر اللي بيتم خصمه لو انت دخلته قدمت عربيتك القديمة اللي هي موديل عشرين سنة فقل وكهنتها وخدت بدلها سيارة جديدة. متوفرة في مصر بمحرك 1664 سلندر بيدينا 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر والمحرك ده متوصل بنقل حركة اوتوماتيك اربع سرعات تقريبا نفس منظومة القوة اللي موجودة في الهينداي الانترا الاتش دي نفس قوة المحرك كده بنفس عدد الاحصنة وهكذا طيب العطراز التاني او براند التاني من سيارات الاحلال ذات التجميع المحلي في مصر واللي زادت اسعاره في يوليو اه في مبادرة الاحلال هي السيارة اه سيارات شيري سيارات شيري دخلها في مبادرة الاحلال في مصر بيه طرازين حقيقة اللي هم بيتجمعوا محليا الطراز الاولاني اللي بيتجمع محليا هو شيري اريزو فايف وهي السيارة السيدان المدمجة اه الجميلة من شيري اه اللي انا صراحة باحترمها جدا وعربية محترمة جدا واسعارها حتى قيمة الزيادات اللي بيجريها الوكيل على السيارة دي ما هياش اه كبيرة اوي بنقارنة بمثيلتها من السيارات في نفس الفئة شيري اريزو فايف في مبادرة الاحلال موجودة بفئتين فقط اه نسخة مانيول ونسخة اوتوماتيك النسخة المانيول اسمها بيز لاين حاليا مش متوفرة اه في مبادرة الاحلال بينما النسخة الاوتوماتيك وايا الوحيدة المتوفرة حاليا من شيري اريزو فايف في مبادرة الاحلال اه زادت في يوليو بقيمة اتنين وتمانين الف خمسمية خمسة وتسعين اه جنيه ليصبح سعرها الجديد خمسمائة الف سبعمية وعشرين جنيه طيب خلينا اه اسعار شيري اريزو فايف موديل عشرين تلاتة وعشرين خلال يوليو خارج الاحلال بقى يعني احنا قلنا في الاحلال اه شيري اريزو فايف بتيجي بمترازين فقط نسخة مانيول نسخة اوتوماتيك بينما خارج الاحلال بتيجي بتيجي بثلات فئات اول فئة اسمها Beezline ووادي بيكون سعرها خارج الاحلال ربعمائة وخمسين الف جنيه سعر رسمية تاني فئة بايز لاين بالفرش الجلد سعرها خارج الاحلال بربعمائة خمسة تسعين الف جنيه سعر رسمي تالت فئة Highline سعرها خمسمائة وعشرين الف جنيه داخل اه خارج الاحلال اه وده السعر الرسمي طبعا اللي هو بتروح الوكيل ما بتلهاش بالسعر رسمي. كل العربيات اللي بينتاجها الوكيل محليا خط الانتاج تقريبا كله بيحوله على الاحلال كسيارات يتبع في مبادرة الاحلال او اللي بيزيد عنه او جزء منه بيحوله المعارض وياخد عليه ايفور برايس زي الحركة اللي بيعملها كل الوكلاء في الايام دي للأسف احد اسباب تدمير سوق سيارات المصري في الفترة الحالية شريق اريزو فايف بتتوفر في مصر بمحرك 1500 cc dvvd تكنولوجيا حق من الوقود او تكنولوجيا variable valve timing اللي هو الصمامات او البلوف متغيرت متغيرت توقيت الفتح والقفل يعني ودي تكنولوجيا حلوة جدا ومتطورة بتأدي بتديك القوة المطلوبة من العربية مع تقليل استهلاك الوقود تكنولوجيا الحقنة دي المحرك 1500 c بدينا قوة 114 حصان عند 6150 لفة في الدقيقة وعزم دوران 141 نيوتن متر عند 3800 لفة في الدقيقة والمحرك ده متوصل بناقل حركة CVT أوتوماتيك والسيارة جرى أمامي وخزان الوقود ليها سعة 48 لتر والسيارة تيجي بفرام الأمامية قراصية ديسكات مهوة وخلفية قراصية ديسكات لكن غير مهوة التراز التاني من ترازات سيارات شيري في مبادرة الإحلال واللي ارتفعت أسعاره هي سيارة SUV تحت المدمجة شيري تيجو 3 وقيمة الزيادة عليها كالسعرية في مبادرة الإحلال 93 595 جنيه ليصبح سعرها النهائي 590 720 وهي فئة وحيدة فئة جي ال سعر شيري تيجو سري خارج مبادرة الإحلال وكمان بتبقى اتراز 20 24 625 الف فتخيلوا الفرق ما بين 590 720 إلى 625 يعني تقريبا 35 ألف جنيه فرق فرق سعري اللي هو قيمة الخصمة أو قيمة الحافز الأخضر اللي بيسموه شيري تيجو 3 موديل 20 24 بتيجي بمحرك 1600 سي سي سحب طبيعي للهواء تنفس طبيعي بيدينا 93 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر عند 3900 لفا في دقيقة والسيارة بتيجي بخزان وقود ساعة 55 لتر محرك السيارة متوصل مع ناقل حركة والسيارة دفع ثنائي بالعجلات الأمامية ومن ويزاتها بتيجي مع توجيه باور وجنوط رياضية ألمونيوم 17 بوصة تالي براند هنتكلم عنه في مبادرة الإحلال من السيارات ذات الإنتاج المحلي واللي بتباع في الإحلال هي السيارة والمتوفرة حاليا هي السيارة BYDF3 اللي وكلها شركة الأمل للسيارات وهو وكيل سيارات لادا أيضا في مصر الزيادة اللي حصلت عليها في مبادرة الإحلال يعني أعلى شوية من 27000 جنيه الزيادة قيمتها تحديدا 27600 25000 جنيه على الفئات وزيادة قيمة الزيادة سابت على الفئات وهي بتتقدم في الإحلال بفئتين الفئة الأولى فئة مانيول سعرها الجديد بعد الزيادة 381 ألف جنيه والفئة التانية سعرها الجديد بعد الزيادة 431 ألف جنيه طيب لو بصينا لأسعار البي وي دي اف ثري خارج مبادرة الإحلال هنلاقي أن الفئة المانيول سعرها 450 والفئة الأوتوماتيك سعرها 490 فهنا قيمة الخصم أو قيمة الحافظ الأخضر المخصوم من هذه السيارة لما تيجي تشتريها وتقدم سيارتك لتتكهن مكانها قيمة الخصم كبيرة يعني في الفئة الأولى داخل الإحلال ب381 خارج الإحلال ب450 يعني فيه فرق حوالي 70 ألف جنيه بينما دي الفئة المانيول في الفئة الأوتوماتيك داخل الإحلال ب431 خارج الإحلال ب490 ألف يعني تقريبا 60 ألف جنيه قيمة خصم فإحنا لو بصينا قيمة الحافظ الأخضر كده لو درسناها من تحليل الأسعار دي هنلاقيها يعني قيمة الحافظ الأخضر بتتراوح من 60 ألف إلى 70 ألف تقريبا في كل السيارات اللي قلناها بي وي دي اف سري بتتوفر في مصر بمحرك 1500 سي سي أربعة سلندر بيدينا مية وتمانية حصان وسحب طبيعي للهواء تنفس طبيعي والمحرك بيدينا عزم دوران 145 نيوتن متر المحرك متوصل مع ناقل حركة يا مانيول يا إما في التعديل الجديد في التعديل الجديد اللي هو الفتيس الجديد النزل في العربية بعد ما كان الفتيس القديم اللي السيارة كان فيه مشاكل بس ما كانش الفتيس سي في تي الجديد الفتيس سي في تي مفهوش مشاكل حتى الآن وبقاله داخل دلوقتي في سنتين شوية في مصر بلا مشاكل نهائية والسيارة طبقا للأرقام الرسمية بتحقق استهلاك وقود 6 و 3 من 10 لتر لكل 100 كيلو متر حابب أختم القصة بتاعة مبادرة الإحلال دي وأسعار السيارات اللي هي زادت في مبادرة الإحلال بمع يعني رأي اللي هي رأي شخصي أنصح به كل اللي بيشتروا سيارات إحلال أنت قدمت عربيتك البنزين الكهنتها اللي هي أقدم من 20 سنة واستلمت بدلها عربية جديدة بتعمل بالبنزين والغاز معمول لها التحويل داخل مصر العربية اللي أنت استلمتها دي مصممة أصلا للعمل بالبنزين وتعمل فيها تعديل عشان تشتغل غاز أو بنزين حسب الاختيار أنت تختار غاز أنت تختار بنزين نصحتي ليك لو أنت عاوز المطور يعمر كويس ويستمر في فترة طويلة ما تمشيش على العربية بالغاز يمشي على العربية بالبنزين زي ما هي مصممة لها من الأساس السيارات الغاز عشان تركب عربية بتشتغل بالغاز اشتري عربية من الأساس محركة مصممة لأنه يشتغل بالغاز مش عربية معمول لها تحويل وده رأي شخصي لي ومبني على دراسات وحاجات معينة فأرجو يعني تقبل هذه النصيحة مني واخد بيها أو ما تاخدش بيها انت حر عشان للحفاظ على عمر متورك لفترة طويلة كويسة افضل محتفظ بالغاز موجود في السيارة لحد ما تسدد قصات السيارة لأنه هما طبعا بيشترطوا أنه انت لما بتيجي تجدد رخصة العربية موجود في العربية بغض النظر انت هتستخدمه أو مش هتستخدمه دي قصة تانية إنما بعد ما تخلص اقصات العربية وطب العربية ملكك تماما خلصها لك الحرية أن انت تشيل الغاز اللي موجود فيها وتخليها تشتغل بالبنزين فقط طيب بي وي دي اف ثري دي كانت اخر سيارة زادت اسعارها في الاحلال طب ايه سيارات تانية اللي كانت موجودة في الاحلال وما لهاش وجود حاليا أو مش متوفرة حاليا في مبادرة الحلالها ده مش معناها انها مش هتنزل خالص لا هتنزل تاني كان بينزل السيارة نيسان صني وكان بينزل السيارة نيسان سنترا بالاضافة للسيارات اللي فاتت كان بينزل السيارة لادا جرانتا بتعمل بالغاز الطبيعي برضو معمول لها التعديل في مصر حاليا دي برضو مختفية من مبادرة الاحلال وبس كده خلص فيديو النهاردة اتمنى الفيديو يكون عجبكم اذا عجبتكم الحلقة اتمنى تدعمونا بلايك الفيديو وشير في كل مكان واشتراك في القناة بالنسبة لناس اللي مش متركتش في القناة حتى الان وبتفرج علينا الى لقاء فيديو جديد سلام شكرا